استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل ظهر اليوم فخامة الرئيس جورجي مارك فيلاش فيلي رئيس جمهورية جورجيا والوفدة الرسمية المرافقة له ورحب سموه بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجورجيا على مختلف الصعود وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس الجورجي زيارة ناجحة إلى دولتنا وتحقيق الاهداف المرجوة منها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إلى ذلك أعرب فخامة الرئيس الجورجي مارك فيلاش فيلي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات معربا عن تطلعه إلى أن تثمر عن نتائج طيبة تصب في خدمة المصالح الوطنية للجانبين حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديواني صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية جورجيا وسعادة رولاند بيريدز سفير جمهورية جورجيا غير المقيم لدى الدولة